خليها نرجع تاني للأهلي وبرضو احنا عندنا يعني لعيبة تقيلة والقصة هنا برضو مختلفة شوية يمكن لما نيجي نتكلم الفترة اللي جاية والموسم الجديد بتشوف برضو هل احنا عندنا حاجات ربما نقول مش نقض ضعف لكن حاجات يمكن بعض المشاكل الصغيرة اللي حصلت في الموسم اللي فات هل بتتوقع برضو ان احنا يعني حنقابلها في الموسم الجديد ولا الوضع الى حد كبير مختلف اعتقد حضرتك فاهم قصدي ايه هي المشكلة هتبقى موجودة بس لها الحلول وهتبقى مش مؤثرة زي كل سنة هي برضو تلاحقوا المباريات نتيجة طبعا للفترة اللي جاية في كاس امم هيتعامل كاس رابطة حيلو سلبياته واجابياته بعد كده طبعا في توقفات عشان المنتخب تاني وعشان كاس عالم للاندية وكاس عالم كبير له وان شاء الله دخلنا فالموسم هيبقى مضغوط طبعا السنة دي عشان كم لعيبة كويسة وده اللي هتدخلني في موضوع كاس الرابطة ان فرصة كويسة جدا لمسيماني واللعيبة انه يشوف اللعيبة اللي ملعبتش اللي مش قادر اللعيبة بصفة مستديمة بصفة مستمرة في مبارات الدور الفترة اللي فاتت فيك ناس كبتاخد على مراحل او بتاخد مثلا نص ساعة ممكن ياخد جزء انما الفترة اللي جاية حيشوف لعيبة جديدة باستمرارية يعني هديها فيه ماتشات البطولة كلها ودي حتبقى فرصة اللعيب مش داخل يعني تحت ضغط انه لو ما سبتش نفسه في العشر دقائق اللي نزيلها او نص ساعة او الماتش ده ممكن يقعد لا ده عنده فرصة انه يلعب ماتش واثنين حتى لو كان نص ونص يلعب ماتش واثنين وثلاثة حيقدر يقف على مستوى اللعيبة لانه هيحتاج كم اللعيبة دي يعني واحد زي عمار مثلا ملعبش الفترة اللي فاتت خالص عنده فرصة انه يدوز بقى في الكاس الرابطة ويلعب المبارات كلها تفرق معه جامد احمد عبدالقادر اللي برضو من الناس اللي انا كان قمنيت حياتي روح المنتخب وكان جدير انا رأي انه كان جدير بالموضوع ده انما حيبقى الفرصة كويسة من خلال كاس الرابطة انه هو يظهر فيه لعبة كتيرة كريم بردونس ايو بالضبط كده كريم حيبتدي معانا ان شاء الله فكل الناس دي عايزة تاخد فرص وعايزة تلعب وتلعب باستمرارية اكتر من اللعيب حتى بقى كمان العناصر الشابة اللي هي جامع من خطاء النشئين اكيد هيستعين بيوم ان هما برضو يقدر ياخد فرصة برضو من المباراة على اساس لما اللعيبة ترجع تاني ان شاء الله بقى ونلعب الدور الممتاز يبقى ما عندوش حتة ايه قصة ده ما بلعبش ده ناقص شوية خبرة ده لسه ما جابش مستوى دي اللي هتعوض او اللعيبة بتاعتي مضغوطة زي ما حصل الموسم اللي فات تحديدا برضو الناس اللي جاى دي هتبقى جاى هل كانة ما هي دي النقطة اللي بقول لحضرتك فاهمني عشانها احنا يعني شهادنا ده الموسم اللي فات بشكل مكثف يعني مش عايزينه يتقرر تاني اللعيبة هتبقى جاية مجهدة زي اللي حصل في المتش الاخير بتاع فيوتشر اللعيبة يا جماعة ده وضع طبيعي وضع طبيعي دايما بعد البطولات الكبيرة لازم المستوى بيقل شوية نتيجة انت قبل المتش اللي هو البطولة بتبقى مضغوط نفسيا بدنيا مركز كويس او تبزل يعني جهد كبير جدا جدا خلال المباراة وشوفنا ماتش السوبر الافريقي كان الجهد عامل ازاي لغاية اخر دي او اخر ثانية ضربات جزاء بتحمل اللعيبة ضغط عصبي بعد كده بتفرح وتاخد البطولة بتفك وكان بين الماتشين حاجة بسيطة رجعت تلعب ماتش مع فرقة محترمة عندها نجوم عندهم خبرات في الدوري فده كان وضع طبيعي يعني والدليل على كده ان فيه ناس زعلت بعد ماتش فيوتشر وقالت لك النادي الاهلي ومستوى ومسلماني طبعا الناس اياها دي اللي هي مثلا مسلماني بقى في السماء في ماتش ووحش في الماتش اللي بعديه اول ربع ساعة اول تلت ساعة في الماتش فيوتشر ده كان النادي الاهلي مكسر الدنيا وكان ضغط جامد جدا على فيوتشر وكان فيه فرص كثيرة بتضيع الان في فيوتشر ما كانتش حتى عارفة توصل بعد نص الملعب بتاعها اما التعب التدى يحل بقى على اخر الشوط الاولين والشوط التاني شوفنا بزرق بزرق بزرق